سمارت انفو سمارت تونيزيا ديجيتل اووردس في الدورة الثانية اللي بيش تصير من 4-6 ديسمبر 2019 بيش تكرم أحسن الأعمال في الديجيتال اللي تخدموا من 1 أكتوبر 2018 حتى ال 1 أكتوبر 2019 وآخر أجلب بغلا كونديداتور هو نهار 18 نوفمبر 2019 والإعلان على نتائج بيش يكون في سهرية الاختتام نهار 6 ديسمبر 2019 سمارت تونيزيا جوب فايد 2019 في القطبة تكنولوجيا الغزيرة بتونيزيا العاصمة نهار 28 نوفمبر 2019 ونهار 10 ديسمبر 2019 في الإيكول دانجينيور دوسوس والسالان هذية بيش يكون مخصص لعروض التشغيل في ميدان تكنولوجيا المعلومات ويسيروا فيه ديزنتخوتين دون بوش ايكوتشينك بيرسونال مع مجموعة من أكبر شركات التكنولوجية في تونس المجلس الإفريقي ليرويد الأعمال الناطقين باللغة الفرنسية يختاروا تونس بيش تنظم النسخة الثلثة من كاجيف بيزنس فروم دوميلفان وكان الاختيار هذية بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للمجلس في الكوديفواغ بين 7 و 8 نوفمبر 2019 ويعتبر الفروم هذية فرصة للجمع بين رواد الأعمال الشباب والخبراء الأفارقة للتبادل وإبرام اتفاقيات ثنائية وزير تكنولوجيات الاتصال السابق السيد نعمان الفهري تم تسميته يوم 30 أكتوبر 2019 كمندوب سامن بالمنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة ويشغل نعمان الفهري حالياً خطة رئيس مدير عام لانكوباتور دستارتاب بيت لابس وهو من المؤسسين لقانون ستارتاب أكت اللي نظم المؤسسات النشأة في تونس 20 مليون أورو هي قيمة الموارد المالية اللي تحصل عليها صندوق دعم المؤسسات النشأة التونسية خلال منتدى الاستثمار الأفريقي اللي العقد بجوها أنزبورغ من 11 ل 13 نوفمبر 2019 صندوق هذا اللي رسميه 320 مليون دينار يهدف إلى تشجيع الاستثمار والتجديد عند البعفين وأصحاب المبادرات من الشباب لإنجاز مشاريع مجددة وذات محتوى تكنولوجي عالي شنوها معناتها؟ ستارتاب ستارتاب وإلا مؤسسة نشأة قانوناً في تونس هي كل شركة يتبنى من ويلة الاقتصاد على الصبغة المجدة وبالأخص في التكنولوجيات وتحصلت على بال ستارتاب من وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وبسط حصل على العلابة هذه يلزم تتوفر فيها مجموعة من الشروط منها ما يلزمش عمر الشركة يكون أكثر من 8 سنين ويلزم نشاطها يكون مبنية على إمكانية كبيرة للنمو الاقتصادي كانت هذه السمارتان فول الجمعة هذية نتلقاو الحلقة الجاية